كما أكد الرئيس السيسي أن صوت مصر في ثورة الثلاثين من يونيو كان مسموعا موضحا أن مصر أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد أن بمقدوره خداع شعبها العذيقة وشدد الرئيس السيسي على أن المصريين كتبوا لأنفسهم على تساع مدن مصر وقراه دستورا مباشرا نابعا من ضميرهم الشعبي عنوانوه أن مصر المصريين ومصيرها لا يقرره سوى أبناؤها المخلصين في ثورة الثلاثين من يونيو كان صوت مصر هادرا ومسموعا يقول أنها أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد أن بمقدوره خداع شعبها العريق وعلى مدار أيام هذه الثورة الخالدة كتب المصريون لأنفسهم على تساع مدن مصر وقراها تسطورا مباشرا نابعا من ضميرهم الشعبي عنوانه أن مصر للمصريين ومصيرها لا يقرره سوى أبنائها المخلصين شعب مصر العظيم أن نروح ثورة الثلاثين من يونيو بما تمثله من تحدي وقدرة على قهر المستحيل ذاته ما زالت هي نبراس عملنا حتى اليوم شعاع النور الذي يقودنا ويلهمنا في التصدي للتحديات الراهنة بعد أن نجحنا بفضل الله وإرادة الشعب في اجتياز تحديات توهم المتربسون بل وتمنوا أن تكسرنا وتقضي علينا وبئس ما تمنوا ترجمة نانسي قنقر